اشتركوا في القناة في كل فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بيسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في المقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشائم من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطيه الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انتي ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي ديسلايك بتسب علي وبكومنت وبتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفيتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعديها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاضي يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق في اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذا الموضوع في اشخاص بقولك بلها المقدمة مقدمتك طويلة زهقتنا ادخل في الموضوع يا اخي في اشخاص موجودين بتعلموا في اشخاص بهمهم المقدمة في اشخاص بتسمع المقدمة في اشخاص بتسمع الفيديو من اوله لاخره ما بقدر انا ارضي ذوقك انت او اسلوبك انت أو الإشي اللي برضيك أنت وأرفض الباقيين فعشان هيك أنا بعطي حقي في الفيديو هذا أو في التسجيل عشان أرضي الجميع فأنت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك أنت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك أما أنك أنت بدك تغير أو أغير على هواك لا اكتب رأيك بتعليق أنت والله أنا شفت فيه ناس كثير تفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه أو أي كلام حطت عليه بدهم الأسلوب هذا أنا أتبعه على رأيي الأكثرية أنا بأخذ ماشي عشان نكون متفقين من البداية أنت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك أسلوبي وحسيت أني أنا دفش أو فض بالكلام أو كثير كلام أو هاد عادي يكتب لي في تعليق تحت وأنا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن إذا فيها شتائم ومسبات وهان لا راح أستقبل كلامك بأسلوب بليغ في كلامك بلكوا كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف إيش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الأسبوع أو العشر أيام اللي أنا راح أحكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على أكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بيكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بيكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبي جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت ما ديوم باي شيء مهم او ضروري او شراء اشياء مهمة بالنسبة للك او عقد او زواج او توقيع لخطوبة او زفاف او اشياء مهمة كلها لانها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الاشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون او الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة اول خلو المسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو 24 الشهر راح يبدأ من الساعة 11 و 7 دقائق بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت 25 سبعة تمام الساعة 51 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني صباحا اما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين 27 الشهر بيبدأ من الساعة واحدة و 8 دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة 4 و 11 دقيقة بتوقيت جرينيتش اما بالنسبة لخلو المسار الثالث رح يكون يوم الاربعاء 29 الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة 4 و دقيقة بتوقيت جرينيتش وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة 7 و 24 دقيقة بتوقيت جرينيتش طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من اخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو الساعة 12 و 7 دقائق يعني اول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 12 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش رح تأثر علينا بالفترة القادمة او رح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا برج الحوت طبعا بما ان الشمس انتقلت من بيتك الخامس اللي كان يعطيك الحضوض او يمنحك بعض الحضوض والدعم بالفترة الماضي انتقل الان صارت موجودة في بيتك السادس فهنا بدك تكون حذر لانه تواجدها الان بلشت بمراحل التواجد المقابل الى الك ست السادس والسابع والثامن يعني لما بتكون موجودة بالاسد بالعذراء بالميزان فهي فترات بتكون فيها نوع من انواع الصعوبة مش صعوبة مطلقة ومش نحس مطلق ولكن انه بكون فيها ضغط عليك فعشان هيك الان هو موجود في البيت السادس البيت السادس بيت الصحة وبرضو بيت العمل فعشان هيك بتنضغط كثير بالفترة هاي على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او تحاول انك تحل بعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل ولكن بتكون بصعوبة في منكم ممكن يحصل على عمل او يشتغل بعمل جديد او يجي عرض جديد بالفترة هاي ولكن اهم نقطة انكم بتكونوا راقبوا وضعكم الصحي ومن التقلبات وبعض الاشياء اللي ممكن انها تكون صعبة شوي اما بالنسبة لعطارد عطارد موجود في البيت الخامس فما زال بدعمك على مستوى الحظ بيساعدك ببعض الامور العاطفية بيعزز من علاقاتك بأحباءك ما بينك وما بين الحبيب او الاولاد او امور العلاقة بالوالدين بقارب ما بينكم عندك قدرة لحل اي مشكلة الى علاقة بالوضع العاطفي في سرعة البديهة عندك عالية وقدرة على الاقناع والتقارب بتكون قوية اما بالنسبة للزهرة الزهرة ما زالت موجودة في البيت الرابع فهي بتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالعائلة والها علاقة بالعقارات يعني بتطور من علاقتك مع افراد العائلة خبر سعيد اله علاقة بالعائلة بفرحة بتدخل على البيت اشياء الها علاقة بالعقار ممكن بناء بيع مشترة اجار جديد تنقيل من بيت لبيت حتى التفكير للعودة لارض الوطن بتكون بالفترة هاي برضو لصالحك اما بالنسبة للمريخ المريخ موجود في البيت الثاني فهذا شوي بيضغط على الوضع المالي يعني بيجيب لك فلوس بساعدك على التحصيل على بعض المكاسب المالية بيدعمك ماليا في بعض المسائل ولكن بالمقابل بيدفعك للصرف والاسراف وعدم التركيز بالامور المالية بشكل جيد او بالشكل اللازم بالنسبة للجدي الجدي ضاغط عليك على مستوى بيتك 11 اللي هو على مستوى الامور اللي لها علاقة بالاصدقاء وبرج الجدي بما انه موجود فيه المشتري بيتراجع وموجود فيه زحل بيتراجع وموجود بلوتو بيتراجع فهو ضاغط بشكل كبير على علاقاتك مع اصدقائك وعلى معارفك بسبب لك بعض الاشياء الضاغطة مشاكل خلافات ممكن تخسر صديق قديم ممكن خلاف ما بينك وبين صديق قديم بالفترة هاي ممكن تنزعج من بعض العلاقات الاجتماعية او المناسبات تصير فيها احداث ضد ما انت بدك او تتعطل بعض المسائل اللي الها علاقة بالاصدقاء او المناسبات او تعتب على بعض الاصدقاء انهم ما واسوك او موقف جنبك بالفترة الماضية اما بالنسبة لنبتن نبتن طبعا في البيت الاول عندك هو كوكبك وبيتراجع فهذا بيشحنك شوي بالتشاؤمية بالتقلب بالمزاج بالعصبية بالوسواس بالاحلام اضغاث الاحلام الكوابيس اشياء بتدخل احلامك واوهام تدخل راسك وافكار يعني بتخليك شوي هيك تكون مزاج عندك صعب جدا اما بالنسبة لأورانوس اورانوس بالبيت الثالث بيجيب مفاجآت فجأة ممكن تشتري سيارة فجأة ممكن يصير عطل بالسيارة فجأة ممكن تكون مفكر انك انت تضل في البلد هون فجأة ممكن يجيك سفر يعني كل اشي بيجي مفاجئ على المستوى البيت الثالث يعني على مستوى الدراسة الاتصالات الحوارات سيارات كمبيوترات يعني كل هاي الاشياء ممكن تظهر بشكل مفاجئ ممكن تيجيك دورة معينة تعلم شيء معين ممكن تنشط بقناع بمشروع معين وفجأة تلاقي الأمور ممتازة ولكن برضو بيعمل اشياء عكسية فممكن يجيب لك كل هاي اللي انا ذكرتها يجيب لك فيها سلبيات اللي هي ما يتعلق في البيت الثالث يراكم عندك دراسة تفشل في امتحان تخش على دورة ما تعرفش تنجزها حوادث سير كلها بتيجي بشكل مفاجئ فعشان هيك بدك تكون حذر من اي شيء بتعلق في البيت الثالث لا اليك اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر موجود بالعذراء بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء سواء في العمل او في العاطفة كونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسك بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة تحمل نوع من انواع الضغط والاوضاع بتكون فيها شوي صعبة من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر بصير في الميزان بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكي او تعويض اهم اشي انكم ما تهملوا صحتكم تصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم بتلاقي اعمالك صدى طيب اهم اشي انك ما تتكاسل حاول انك تسارع الى العمل دون مماطلة ودون اعذر من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالعقرب بصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة عاطفي مع احباكم الفترة هاي مناسبة لاجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة او تفرح لانفراج وتسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط من صباح يوم الاربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل او بقول اللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه يعني ممكن انك بالفترة هاي برضو تحافظ على انجازاتك القائمة اهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر صار موجود بالجدي بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حج تأييد او دعم لقضيتك تتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن الفترة هي تحمل لك اشياء العلاقة بالتنقلات البعيدة او ما بين مدن يعني زي سفر او تنظم او تنظم لا جمعية او تهتم لشؤون اقرب يعني اقارب الشريك لا اليك يعني تحاول انك تهتم فيهم او تتلاقى انتوا اياهم او صير في تقارب ما بينكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم برعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة